واحد بيقول وانا في المواصلات طلعت المصحف عشان نرجع الورد اللي علي بيقول واحدة ست جنبي قالتلي ما تقرأ لي يا ابني سورة يوسف وعلي صوتك كده على ما نوصل بدل الهم اللي بنسمعه طول النهار في التكاتك بيقول بس طلها كده واتحكت وقلت لها اشمعنا يا امي سورة يوسف قالت عشان جوزي الله يرحمه كان بيحبها كان بيصلي بيها كل يوم قيام الليل قالت ومن ساعة ما مات وانا مفتقدها قالت له انا يا ابني ما بعرفش اقرأ وماليش في الحاجات الجديدة بتاعتكم دي هو كان نوري اللي انطفه من ساعة فراغه هبوا لقيت دموحها هتنزل قلت لها استهدي بالله كده بيقول ورحت داخل على سورة يوسف بيقول السواق قال لي علي صوتك يا استاذ والعربية خيم عليها الصند الست طول نهي بتسمع مبسوطة وحط قديها على قلبها لحد ما جت تنزل بيقول قالت لي روح يا ابني ربنا يرزقك من فضله بيقول الشغف اللي كان في الست وهي بتسمع وصل لي رسالة جميلة جدا الست بكل بساطة قدر التعبر عنها هو كان نوري اللي انطفه من ساعة فراغه وصدق من قال الحب اتصال بين النفوس في اصل عالمها العلوي ربنا ما يوجه حد في النور اللي عايش بيه